نافذة الاقتراع الأمريكي ستفتح على مصرعيها بعد عشرة أشهر. لكن ما سيجري خلفها يؤرق الأمريكيين. الحماسة والاطمئنان ليست الصفتين الأكثر التصاقا بالناخب الأمريكي. الثقة شبه معدومة بعدالة الانتخابات ونزاهتها عند البعض حسب أحدث الاستطلاعات. 46% من الجمهوريين المسجلين ليس لديهم ثقة في عملية فرز بطاقات الاقتراع والأصوات والإبلاغ عنها بعد توجه الناس للصناديق في شهر نوفمبر. شعور متناقض يسيطر على 14% فقط من ذوي القبعات الحمر المسجلين في خريطة الحزب الجمهوري. لكن السطارة نفسها لم تغلق على قلق لدى 81% من الديمقراطيين المسجلين. فهؤلاء واثقون من أن انتخابات 2024 ستكون نزيها. الديمقراطية نفسها مهددة حسب آراء 83% من الناخبين. غير أن للقسام ليس المتسبب بالتهديد الفعلي. فأغلبية 18% وجدوا أن الرئيس السابق ترامب هو التهديد الأكبر. فيما أشار آخرون ونسبتهم 10% إلى أن الفساد الحكومي والخلل الوظيفي بينما صنف 8% الهجرة والحدود المفتوحة كتهديد أساسي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب. الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات. ترجمة نانسي قنقر